اهلا وسهلا بكم في اخر محاضرات برنامج التخطيط الاستراتيجي الشخصي لرواد ورائدات الاعمال انا المهندس حنان عواد طبعا احنا قطعنا شوط طويل خالص واعتقد ان احنا دلوقتي عندنا فكرة قوية جدا جدا واضحة جدا جدا عن ايه هي اهدفنا للسنوات القادمة واهدفنا دي مرتبطة باستراتيجيات محددة سواء استراتيجيات نمو او استراتيجيات الحفاظ على الاستقرار او استراتيجيات تتعلق بالتعامل مع المخاطر والتعامل مع مخاوفنا لكن دلوقتي في نقطة مهمة جدا عايزين نتكلم عنها اللي حتمكننا من ان احنا نحقق هذه الاهداف وهي نقطتين مش نقطة واحدة النقطة الاولانية هي الموارد اللي احنا محتاجينها علشان نحقق كل هدف من الاهداف دي والنقطة التانية هي انماط حياتنا وازاي حتساعدنا ان احنا نحقق هذه الاهداف فاحنا باستخدام الموارد المتاحة لنا ازاي حنعيد تصميم حياتنا بحيث ان احنا نحقق احلامنا ونحقق خطتنا الاستراتيجية الموارد الحرجة يعني ايه؟ فاكرين لما كلمتكم وقلتلكم ان كل واحد فينا هو الرئيس التنفيذي لحياته فلو تخيلنا حياتنا عبارة عن مؤسسة او شركة مهم جدا جدا ان احنا نعرف ايه الموارد المتاحة للشركة دي او للمؤسسة دي او لحياتنا ومش بس كده ايه الموارد اللي انا محتاجها لكل هدف من الاهداف اللي انا وضعتها لنفسي وهل الموارد دي متوفرة ولا مش متوفرة ولو متوفرة هستغلها ازاي ولو مش متوفرة هحصل عليها ازاي علشان كده مهم جدا ان احنا بعد ما نضع كل هذه الاهداف مش لغاية كده خلاصي الموضوع خلص لا ان احنا نحدد الموارد الحرجة لكل هدف على حدة وطبعا في مواردين اساسيين بغض النظر عن الهدف ايه هحتاج المواردين دول وهم الوقت والجهد الوقت موارد اساسي محتاجه ايا كان الهدف اللي انا عايز احققه محتاج وقت والجهد كمان والجهد مرتبط بطاقتي علشان كل هدف انا محتاج احققه محتاج طاقة وجهد علشان اشتغل في هذا الهدف الوقت والجهد مواردين اساسيين لكل هدف من الاهداف بتاعتنا لكن في موارد تانية زي ايه اول نوع من الموارد هي الموارد الملموسة بتشمل هذه الموارد الاصول الملموسة اللي انا بمتلكها زي العقارات المركبات الالات الالكترونيات الممتلكات على المستوى الاقل شوية ممكن يكون اللابتوب بتاعي ممكن يكون السمارتفون بتاعي ممكن يكون فيه اجهزة معينة ممكن يكون سيارتي ممكن يكون مطبخي كل هدف لما نفكر فيه حنقدر نحدد الموارد المادية الملموسة اللي محتاجها تحقيق هذا الهدف وساعتها قدر أفكر يا ترى هل أنا أمتلك هذه الموارد ولا لا ولو مش بمتلكها إزاي أحصل عليها تاني نوع من الموارد هي الموارد الفكرية أو المعرفية الموارد الفكرية أو المعرفية تشمل المعرفة الاختراعات التصميم المهارات التعليم زي مثلا شهاداتي علمي معرفتي منصبي وظيفتي موهبتي الكتب اللي أنا بقراه عشان أتعلم منها دي كلها موارد فكرية أو معرفية برضو تاني لما أمسك الهدف وركز عليه أقدر أحدد إيه يا ترى الموارد المعرفية اللي أنا محتاجها عشان أحقق هذا الهدف لو مثلا من ضمن الأهداف أن أنا أبتدي بيزنس جديد يا ترى هل أنا عندي المعرفة بأصول البيزنس عشان أبتدي أتعامل معاه ممكن أكون أنا بعرف حاجة تكنيكا المعينة حاجة فنية تقنية معينة لكن مثلا معرفش في الحسابات طيب هل أقدر أخد كورس أفهم منه هل أقدر أتعلم الموضوع ده ولا لا وفيه كمان الموارد البشرية وده موارد مهم جدا جدا زي ما هو مهم في الشركات والمؤسسات هتعين موظفين بدوي كفاءة أنها تدير مواردها البشرية إدارة كويسة أنها تنمي الموارد البشرية إحنا كمان في حياتنا موارد بشرية والموارد البشرية دي هي الأفراد والفرق اللي حوالينا وده يشمل أفراد العيلة الأصدقاء زملاء العمل المشرفين الموجهين المستشارين على سبيل المثال زوجتي بنتي صديقتي مديري صديقي أستاذي في الجمعة المحامي اللي ماسك الأضايا بتاعتي أو باستشيره في الأمور القانونية المحاسب أو مثلا استشاري دول كلهم موارد بشرية لما أمسك الأهداف بتاعتي وحدد الموارد البشرية أفكر في الموارد البشرية المتاحة ليا دلوقتي والموارد البشرية اللي أنا محتاج أنها تكون في حياتي بعد كده مين هم الأشخاص اللي أنا محتاج لهم بعد كده ربما أنا دلوقتي حجم أعمالي صغير بقدر أعمل الحسابات البسيطة بتاعته لكن لو توسعت لازم أحطر أن أنا أعين محاسب مثلا هل أنا في منتور في حياتي؟ هل في شخص بيدلني وبيرشدني؟ إزاي أحقق الهدف دوة ولا لأ؟ وده مش في البزنس بس ومش في الوظيفة بس في الأمور الأخرى برضو في حياتي؟ ومثلا في الصحة هل أنا عندي الموارد البشرية اللي بتمكنني من الاهتمام بصحتي؟ هل عندي شخص مثلا بلعب معا رياضة؟ هل عندي شخص بيشجعني أن أنا أكل أكل صحي؟ كل الأمور دي أفكر فيها وطبعا الموارد المالية والموارد المالية بتشمل تدفقات الدخل، خطوط الاقتمان، المدخرات أو أي أصول ممكن أسيلها وأقدر أحصل منها على مال وده ممكن يشمل مرتبي، مدخراتي، مجوهراتي، ممتلكاتي، الكريديت كاردز اللي عندي دي كلها موارد مالية وبرضو لما أفكر في الأهداف بتاعتي أفكر في الموارد المالية اللي متاحة ليا دلوقتي وكمان اللي هحتاج لها في المستقبل أما النوع الأخير أنا بسميه موارد أخرى ودي الموارد اللي بيبقى صعبة علي أن أنا أحطها تحت أي نوع من الأنواع دي ودي على حسب الهدف وعلى حسب كل شخص أهدافه بتتطلب إيه؟ على سبيل المثال طموحي، انضباطي، البرامج مثلا اللي بتابعها بيبقى مثلا في موارد أو حاجات لازمة لتحقيق الهدف بيبقى صعب علي أن أنا أحدد يا ترى دي أنهي نوع من الموارد فبنحطها تحت موارد أخرى